كلام صالونات كلام احتفالات فولكلور بروتوكول لطيف بيبقى فيه في الخارجية المصرية في المؤسسات المصرية سيناريو عن ماذا لو بالفعل وجهة الاتفاقية خطر بيبقى فيه سيناريوهات بيبقى في الخارجية لوحدها بقى الخارجية وفيها أهم وفي كل حتة وزارة الدفاع بالتأكيد بترصد هذه الأمور رصد كامل جدا وإذا احتاجت من أي معلومات أو كلفة الخارجية بحاجة بتعملها واجهزة الاستطلاع الأمني عندك موجودة ومصر حريصة وهنا عملنا على فكرة صور بنا وبين غزة من الصور صعب جدا من الصلب والمية هم قبل سبع أكتور بشهر أو بشهر ونص كانوا بيعلنوا عن نظم جديدة للحماية لحماية غلاف غزة وانا اعتقد انه ده العجل بالعملية بتاعة حماس انهما شافوا انه حيبا في استعدادات معوخة أكتر فقال لك ايه اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك كان فيه أخبار ان اسرائيل بتستعد العملية عنيفة ضد حركة حماس لتسكتها هل تتصور علاقات مصرية إسرائيلية بدون اتفاية السلام لا حيبا ده معقد جدا وإسرائيل دولة بلا سيطرة يعني دولة لا يسيطر عليها إلا تصرفات الجنون والرعونة طبعا مصر عندها أكبر جيش في المنطقة مش أنا بقول كده أنا سمعت بنفسي وزير الدفاع الأمريكي بقول ويبقى الجيش المصري أكبر جيوش المنطقة وأكثرها مهنية مهنية جيش مختلف يعني فبيتحمل حسابه وهم بيمروا حساب يعني إلى الجيوش النظامية ولو إنه هو لو وداه وتعباه جدا حركة حماس أنا رأيي أن كل عمره فشل حتى الآن داخلها هوت على شهرين لن تحرارت الرهاين ولا أضيط على حماس ولا حققت اكتساب حقيقي دولي على المحرحة القضية كسرت من كل النواحد عشان يفرح